موسيقى مواضيع وأحداث عديدة شهدها هذا الأسبوع نتناول أبرزها ونبدأ من الدعوة إلى تأسيس تجمع إعلامي لمواجهة الإرهاب مقره دمشق إلى أي مدى يمكن أن تنجح دعوات من هذا النوع في ظل التشرذم والانقسام الحاصل بين الدول العربية هل المطلوب توحيد الخطاب الإعلامي العربي أم تأسيس حلف إعلامي مقابل حلف آخر محطتنا الثانية نتوقف فيها عندما سماه البعض أزمة ثقة بين واشنطن ودول الخليج خاصة في عقاب توقيع الاتفاق النووي بين إيران والغرب هل تتطور هذه الأزمة إلى حد ابتعاد الولايات المتحدة عن خلفائها العرب وما بواعث القلق لدى هؤلاء المحطة الثالثة من أزمة النفايات التي يغرق فيها لبنان صحيح أن النفايات رفعت من أحياء العاصمة بيروت لكن هل هذا يعني أن الأزمة حلت وكيف؟ هل يعاني لبنان أزمة نظام؟ ومن المسؤول عنها؟ وأخيرا هذه حكاية حلاق أخرت من فاكستان يطلعنا على أمور حياته وظروف التي يعيشها أهلا بكم إلى العد العكس ترجمة نانسي قنقر يوم الخميس الماضي اختتم المؤتمر الإعلامي لمواجهة الإرهاب أعماله في القاهرة دعا المشاركون في ختامه إلى إصدار قوانين وتشريعات منظمة للإعلام وإلى تطوير الإعلام الأمني وعلى مدى يومين استضافت دمشق مؤتمرا تحت عنوان المواجهة الشاملة ضد الإرهاب شارك فيه أكثر من 130 شخصية من العديد من دول العالم وخرج بتوصيات منها جديد ومنها مكرر أعلان دمشق دعا إلى وضع استراتيجية إقليمية شاملة لمواجهة الإرهاب مركزا على الدور الإعلامي للأفراد والمؤسسات لكن هذا الكلام قد يبدو نظريا أكثر منه قابلا للترجمة على الأرض فكثير من دول المنطقة ترفض التنسيق فيما بينها حتى على المستوى الأمني الأكثر حساسية فما بالنا بالشأن الإعلامي قد تبرز هنا إشكالية ملكية الأقمار الصناعية والجهة التي تتحكم بالشركات المزودة بالخدمات الإعلامية إضافة إلى معضلة بعض القنوات الدينية هل بالإمكان وقف بثها مثلا؟ ربما تبرز إشكالية أخرى فما هو تحريض إعلامي في اعتقاد البعض قد يبدو دعما للشعوب في التعبير عن رأيها لدى البعض الآخر إعلان دمشق خاصة بالذكر كلا من سوريا ومصر والعراق وأفغانستان واليمن وليبيا وتونس داعيا إلى تطوير المؤسسات الأعلامية الوطنية والخاصة فيها هل هي صرخة في واد؟ أم إنها قابلة فعلا للتطبيق؟ معنا لمناقشة هذا الموضوع من القاهرة سيد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة وتليفزيون المصري أهلا بك أستاذ عصام في الواقع أيام قليلة جدا فصلت بين المؤتمر الإعلامي ضد الإرهاب الذي أعقدتمه في القاهرة والمؤتمر الإعلامي في دمشق الذي دعا إلى تأسيس تجمع إعلامي لمواجهة الإرهاب واسمح لي أقول لك أن المؤتمر دمشق كان أشمل وأوسع بينما مؤتمر القاهرة ربما اقتصر على مصر أو دعا إلى تشريعات وقوانين خاصة بمصر أذكر لنا أبرز التوصيات بكل الأحوال التي خرجتم بها لو سمحت سيدة الفاضلة تحياتي في المقام الأول أعتقد أن الندوة أو المؤتمر الذي أقيم الإعلام ومكافحة الإرهاب في القاهرة خلص لأننا في ظرف عصيب في علامنا العربي أعتقد الذي بنواجه في علامنا العربي من جماعات إرهابية وجماعات متطرفة أننا نتكلم على أرض الواقع حقيقة يستغل فيها الإعلام العربي وتستغل فيها وسائل الإعلام العامة منها والخاصة في علامنا العربي وكانها أحد أسلحة هذه الجماعات بالعكس بتروج لها بقينا منبر من منابرها بقينا وسيلة من وسائل أنا مش قادر أقول يمكن قد لا تكون لها هذه القوة هذه الجماعات على أرض الواقع لكن لما نيجي نشوف صورتها في علامنا العربي سواء عامي أو خاصي نجد أن لها تواجد ضخم جدا 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 بتعمل فتنة في مجتمعاتنا بطريقة شديدة أعتقد أن الظرف اللي بيمر بيه علامنا العربي والبتعاني العديد من المجتمعات العربية بنشوف عديد من الدول بتعاني على مدى أعوام سواء في سوريا العراق اليمن ليبيا مصر في أوقات برضو كبيرة لينبغي أن نحن يبقى فيه نقطة نظام حوالين الإعلام ودوره في مواجهة هذه الجماعات بحيث أن نحن لا نستغل حتى عن مش أعيز أقول بدون سواء بأصد أو بجهل أن نحن نبقى أحد أزرعها أو يكاد يكون المدفعية السقيلة لهذه الجماعات فإحنا في خلال الندوة اللي وقيمت على مدى جلستين في يوم الخميس الماضي تحرينا أن نحن ينبغي الإسراع بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بنتحرى من نقابة الإعلامين ونقابة الصحفيين أعمال مواثيق الشرف الإعلامي بنتحرى كمان من مؤسسات الدولة في كل الجهات أنها توفر المصدر الدائم للمعلومات بحيث أن نحن لا نقدرش نكون لسنا في حاجة إلى أن نلجأ إلى هذه الوسائل اللي ساعد بتشتتنا ينبغي أعمال المسؤولية أو الحرية المسؤولة عفوا سيد عصام هذه الوسائل اللي أشرت إليها وأنا أتمنى منك أن لا تذكر أسماء واللبيب يفترض أنه يفهم من الإشارة لمن يتابعنا لها جمهور كبير جدا أنت تعرف أنه فيه أمبراطوريات إعلامية الآن تبث بكل العالم عشرات الملايين تتابعها مجرد اقتصار مؤتمركم على مصر فقط هل يحل المشكلة؟ هذه الوسائل تبث خارج مصر وربما هنا المعضلة ليس فقط بمصر يمكن في هذا السياق حضرتك زي ما أشارتي لأن المؤتمر اللي عقد في دمشق مؤخرا يمكن الندوة اللي كانت خاصة بمصر هي فعلا كانت خاصة بمصر وقاله وكده لكن أعتقد أن مثل المؤتمر اللي عقد في دمشق وأحرى كمان أننا في الجامعة العربية أن نتناول هذا الموضوع بحيث أننا تبقى لنا سياسة متكملة وسياسة متفق عليها من الجميع بالإضافة كل اللي بتمنىها كمان أن ما يبقاش مجرد أحلام نظرية أو كلام بيتقال في مؤتمرات مثل العديد من الحاجات اللي بتتاخد في جامعة الدول العربية لكن يجب أن يبقى لها قوة التنفيذ زي ما مثلا شفنا مؤخرا الرغبة في تفعيل قوة الدفاع العربي المشترك يجب أن تكون لها آلية بحيث أنها فعلا نحن في غضون تقريبا يمكن شهر هذه القوة تبقى موجودة على الأرض الواقع أتمنى برضو أن نحن في صياق لو عملنا مؤتمر من خلال جامعة الدول العربية تتفي في وسائل الإعلام العربية جامعها سواء عام منها أو الخاص وتخرج بسياسات عامة نبقى كلنا ملتزمين بيها وحيث أن نحن نشكل قوة وأنا أعتقد كمان أن نحن وسائل إعلامنا في عالمنا العربي والحمد لله بقى لها يعني أعتقد أن جمهورنا العربي على الأقل بيتابعها في معظمها العام منها والخاص يبقى بس الجمهور العربي بتاعنا أو مشاهدنا العربي على الأقل الصورة واضحة قدامه وما بيستغلش من قبل حاجات عالمية قد تأتي بي ويمكن مقصودة تاخدنا طيب سيد عصام التوحيد الخطاب الإعلامي قد يكون بين مزدوجين حلم إبليس في الجنة كما تقولون بمصر لأنه في انقسام واضح يعني سياسيا وانعكس ترجمة إعلامية بالتأكيد بمواقف الدول العربية من كل القضايا تقريبا بمصر وبسوريا وباليمن وبليبيا وبكل الأزمات التي يشهدها الوطن العربي كيف يمكن لجامعة الدول العربية التي علقت مشاركة سوريا مثلا أو أوقفت بث القنوات الفضائية السورية عن العربسات والنيلسات أن تتخذ أو تجمع يعني إعلاميين أو تدعو لمؤتمر إعلامي لتوحيد الخطاب الإعلامي هل المطلوب توحيد الخطاب الإعلامي أم ربما تسكيل خط إعلامي حلف إعلامي مقابل الحلف الموجود حلف إعلامي آخر أعتقد أننا مع البديل الثاني اللي حضرتك طرحتيه أبدا صعب قوي 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 أننا يبقى فيه توحيد للخطاب الإعلامي على الكل لكن على الأقل أننا بنتفق على مقاييس وأطر عامة نتحرك من خلالها خلينا نقول برضو اللي بيدعونا لكده يا فندم أننا بقالنا أربع سنين شفنا جربنا حاجات كتير جدا وشفنا أنظمة عربية سوريا هدها الإعلام أو دول كبيرة ما بين شتات اللاجئين وشيات تدمير البنية الأساسية لهذه الدول من جراء الإعلام كانت المدفعية السقيلة فيها الإعلام في المقام الأول علينا أننا لو ما استفدنا من اللي حصل لنا في الأربع سنين الماضية دول وأننا بجد نتفق على سوابة أساسية بغض النظر عن الاختلاف بيننا في بعض الحاجات وبعض التوجهات والحروب اللي أنا أزعم أن في معظمها كان موجه أو مقصود من الخارج أو في إطار الشرق الأوسط الجديد أو في إطار الفوضى الخلاقة أو ما شابه كانت المعاني كبيرة واندرجنا إليها بسهولة وروحنا ما بين ضاع الدول يجب أن نتفق ونعيد تاني الطرح تاني في جامعة الدول العربية بعد اللي شفناه على مدار الأربع سنين دول ونتفق على أسس أساسية ما نضعش بها الأوطان العربية لكن مع التوحيد لا مش التوحيد ده صعب أوي هيبقى موجود في عالمنا أو في الظروف الحالية ربما من الأسس المهمة توحيد المصطلحات سيد عصام نحن نعيش بالفعل أزمة مصطلحات ومفردات إعلامية ما هو مقاومة في مكان هو إرهاب في مكان آخر والعكس صحيح ما هو ميليشيا مثلا هو مقاومة ربما في مكان آخر كان لافت أنه لا بمؤتمر دمشق ولا بمؤتمر القاهرة جرى الوقوف عند حرب المصطلحات إن صح تسميتها أو تعريفها يعني الإرهاب مش معرف لومنا يعني كنا نلوم وما زلنا نلوم الولايات المتحدة على عدم تعريف الإرهاب طيب ما نحن على المستوى العربي غير قادرين يبدو على تعريف الإرهاب أيضا أعتقد يا سيدة الفاضلة دي نقطة مهما لحضرتك أسرتيها ولا يصح أن في بعض الحاجات اللي ما يسمى عندي أنا بالنسبة مثلا لو أنا قلت مثلا المجتمع المصري أو كده هذه جماعة إرهابية لي لا ينفعش إن لما أنتقل إلى إعلام عربي شقيق قد يعتبره نوع من أنواع المقاومة الحاجات اللي بتمثل خطورة شديدة على مجتمعاتنا العربية واللي بجد تعرفنا عليها إن دي في طريقها إلى هد هذه الدول وهذه المجتمعات ينبغي إن إحنا ما تقواش مصار خلاف بيننا وإن إحنا نتحد أنا مثلا لو ضربت مثل ما عرفش يا حضرك تسمحي لي ولا لا أن ما ينفعش إن مثلا منظم مجموعة داعش إن أنا أطلق عليها إرهابية في مجتمع لكن مجتمع آخر قد يسميها الدولة الإسلامية في هنا أو هنا لا هي جماعة إرهابية يبقى جماعة إرهابية عند الكل وينبغي إن لو اندرجنا أو انزلقت أرجلنا إلى هذه الجماعات اللي هيعتبر بالنسبة لجماعة إرهابية وهديني في مجتمع معين في جماعة إرهابية أخرى بشكل أو بآخر هينزلق إليها مجتمع آخر ويتهد هذه الدول وساعتها محدش هيوقف معنا ومحدش هيعملوا بأحنا اللي لومنا على أنفسنا وأعتقد إن إحنا بالنسبة للإعلام كمان ما ينفعش الإعلام كان ليه الدور الكبير ده أو تتحلل فرصة دي لتنوير مجتمعاتنا العربية والأصول بدل ما ناخد بمجتمعاتنا للأمام في ظل التطور الكبير ده اللي بيشوفه الإعلام في عالمنا وما بين الإعلام الجديد والسوشيال ميديا وهذه الإمكانات الضخمة نبقى إحنا في النهاية كنا طرف أساسي من هدم هذه المجتمعات نعم هو لا شك يعني كما ذكرنا الانقسام السياسي اللي ينعكس بهذه الصورة الإعلامية نسمح لنا أن نقف مع أن نتوقف مع ما قاله سيد عمران الزعب وزير الإعلام السوري في ما أشرت إليه حضرتك ثم نعود ثمة وسائل إعلامية تعمل وفق برنامج إعلامي لهذه التنظيمات ممن دعم وأوجد هذه التنظيمات بحيث أضحت جزءا منها بسبب سلوكها الإعلامي كالقنوات التحريضية الدينية والسياسية ومواقع على الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي ومجلات وصحف تروج لهذا الفكر ولتلك التنظيمات بشكل مباشر أو عبر استهدافها للقوى التي تواجه الإرهاب في الواقع السيد عمران الزعب دعا أيضا إلى ضرورة التنسيق سياسيا وإعلاميا وأمنيا وهذا مفقود كما تعرف حضرتك سيد عصام هل الخطاب الإعلامي أو تصحيح السياسات الإعلامية لنقل بحاجة إلى بالضرورة وبشكل حكمي إلى تنسيق على المستوى السياسي والأمني وهذا مفقود أيضا بين الدول العربية حاليا أنا أعتقد أنه أنه ده بقى مطلب ملح جدا 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 في الظرف الحالي اللي بتعيشه خليني أضرب لك مثال مثلا خضرتك على التحيزات في وسائل الإعلام إحنا قعدنا دلوقتي يمكن على مدار حوالي أربع سنين وكده نسمع من جهة واحدة من على الأرض موجودة مثلا في الحرب الدائرة الآن في سوريا وكأنه أصد متعمد أن أنا أسمع من خلال جهة واحدة هل ده حرية أو ده نوع من أنواع الحرية الإعلامية أو العرض الرأي والرأي الآخر أو عرض مصدر المعلومات من هذه الجهة أو من هذه الجهة أنا بضرب بس مثل على ساعات الإعلام في بعضنا إذا ما كانش فيه نوع من هذا التنصيق وهذه الرؤية تحت مفهوم أنا أعتقد أننا كأننا بننجر إلى تحيزات رهيبة وشديدة جدا 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 في الفترة دي وده هيخذنا إلى مخاطر جمع عديدة بيعاني منها عالمنا العرب حضرتك رئيس التحالي دعوة تلفزيون المصري هل تواصلت بشكل مباشر أو غير مباشر بزملاء إعلاميين لك مثلا في سوريا بما أنك أتيت على ذكر سوريا والله أنا حاولت في فترات كتير أننا حتى على الآل وطلبت من قطاع الأخبار عندي أنه زي ما بينقل الأحداث الموجودة على أرض سوريا أنه عليه أنه يدقق في مصادر المعلومات ولا يعتمد مثلا على المصادر الغربية لأننا باعتبرها متحيزة في هذا الشأن إلى حد كبير وعليه أنه ينقل لنا الصورة متوازنة سواء من خلال المسؤولين الموجودين دلوقتي على الأرض الواقع اللي بيديره دولة سوريا بالإضافة للمصدر الآخر ويبقوا الاثنين موجودين عندي أتمنى أن يبقى الاثنين حتى كمان أن سوريا تعود إلى مقعدها في جامعة الدول العربية وأن أنا أسمع للطرفين بما في مصلحة سوريا والمواطن السوري سأسأل السؤال بطريقة أخرى لم تجب على السؤال في الواقع سيد عيسام تواصلك مع إعلاميين إن كانوا وزراء أو على مستوى أقل من وزير في سوريا مثلا هل يحتاج إلى موافقة أمنية أو سياسية لا أعتقد على الإطلاق يعني بتقدروا تنسقوا إعلاميا نحن بقطع الآلام نستطيع أن ننسق من دون أي تعليمات أو موافقات أو ضوء أخضر على المستوى السياسي أو الأمني أعتقد يا سيدة الفضيلة خصوصا نحن في مصر بعد سورتين أعتقد أن في حاجات كتير من الحاجات الأديمة الحمد لله تعالى تخلصنا منها أو برأنا منها الحمد لله تعالى فما أعتقدش المحاذير دي موجودة على الإطلاق بالعكس نتمنى تقديم إعلام مهني موضوعي يراعي مصالح أمتنا وناخد بها الأدام فإننا أقوم بالنوعية من التوازن ما بين الأطراف الموجودة على الأرض أعتقد دحاري بي كإعلامي أو كمسؤول كبير عن جهة كبيرة في الإعلام في مصر في حال استطعنا السيطرة بشكل أو بآخر على الإعلام التقليدي كيف لنا أن نسيطر على الإنترنت وهذه معضلة تطرح نفسها من وقت لآخر وأنت تعرف أن الإنترنت وسيلة من الوسائل المهمة التي تعدمدها التنظيمات الإسلامية أو التنظيمات الإرهابية بمصر على مستوى مصر هل بالإمكان السيطرة على الشبكة العنكبوتية بموضوع الإعلام؟ لا طبعا السيطرة بمعنى كلمة السيطرة الكاملة ده شيء صعب جدا جدا أولا حضرتك بتتكلمي عن إعلام جديد لا نملك مقوماته إحنا مجرد مستخدمين ليه لحظة أن يلقى قبول كبير جدا لدى مثلا للشباب أو كده إنما أنا يعني بعيب على وسائل الإعلام العامة مثلا زي التلفزيوناتنا ومحطاتنا الإزعية والتلفزيونية الفضائية إن ده يبقى هذه الشبكة العنكبوتية تبقى أحد مصادرها دون التدقيق أو المهنية أو معرفة أصل هذه الأخبار لكن أنا أعتقد أن حل هذه القضية لدى جموع الشباب اللي بتتعامل مع هذه الوسائل الإعلام الجديد لا مثيل أمامنا إلا التسقيف والتعليم وزيارة الوعي طيب التجمع أو التأسيس تجمع إعلامي اللي دعا إليه مؤتمر دمشق من يمكن أن يجمع تحت رايته إذا أردنا أن نعدد الدول على الأقل الدول التي ضربها أو ما زال يضربها الإرهاب أعتقد أن كلنا وأنا أعتقد أن مصر في مقدمة هذه الدول أعتقد أن نحن كدولة نعتبر نفسنا حتى الآن في حالة حرب يعني حتى لو كان حجمها محدود أو في مكان محدود أو معظمها في سينة لكن نحن في حالة حرب وأعتقد أن التنصيق مطلوب ونحن في حالة هذه الحرب ونستشعر هذا الخطر فإحنا على استعداد تام للتعاون والتأذر بالعكس زي ما قلت لحضرتك أنه زي ما شرعنا في اتفاقية الدفاع مشترك يريد لو نبقى عندنا أسس لسياسة إعلامية كل الهدف منها أن دولنا أو منطقتنا العربية ما نجيش نلاقيها أننا رجعنا بها إلى 30-40 سنة متخلفة عشان نبنيها من تاني محتاجين لقرن قادم أعتقد أننا أحوج ما نكون لهذا التنصيق في الوقت الحالي أو شبه اتفاقية للإعلام المشترك بس على المقاومات الأساسية والأسس الأساسية التي يقوم عليها الإعلام العربي نتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى المعنيين ولو أن البعض قد يعتبرها يعني معجزة أنه على الأقل نتوحد في قضية المصطلحات للأسف أنا أشكرك بكل أحوال سيد عصام العمير رئيس الاتحاد لدعوة تليفزيون المصري حدثنا من القاهرة هل فقدت دول الخليج ثقتها بواشنطن فاصل قصير نعود بعده لمتابعة العد العكس سيبقاو مانا موسيقى 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 أهلا بكم من جديد إلى العد العكسي قبل قمة كام ديفيد التي دعا إليها براك أوباما قادة دول الخليج في مايو الماضي كان الحديث متواترا عن أزمة ثقة بين هذه الدول وواشنطن أربعة من هؤلاء القادة لم يحضروا القمة قيل وقتها أنهم غاضبون من تعامل الولايات المتحدة معهم مقارنة بتعاملها مع إيران انتهت القمة من دون توقيع اتفاقية أو معاهدة عسكرية كما كان يأمل المسؤولون الخليجيون ازداد منصوب القلق لدى هذه الدول وعلى رأسها السعودية ليبلغ مستواه الأقصى مع توقيع الاتفاق النووي بين إيران والغرب ويرى مراقبون أن منسوب القلق هذا تزامن في الأيام الماضية مع تصعيد في الميدان في الميدان السوري في القنيطرة والزبداني وفي تركيا وقبلها في اليمن ومصر وليبيا وتونس في المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقد بين وزير الخارجية الإيراني ومنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كان الرهان واضحا على تعاون إيران في مكافحة الإرهاب وفي ترتيب ملفات المنطقة بهدف حل أزماتها هل تشهد المرحلة المقبلة إذن تصعيدا إضافيا؟ معنا لمناقشة هذا الموضوع من واشنطن مايكل معلوف المحلل الأمني والسابق في وزارة الدفاع الأمريكية أهلا بك سيد مايكل أوباما بعد قمة كام ديفيد قال نحن مستعدون لدفاع عن دول الخليج لو تعرضت في حال تعرضت للاعتداء وملتزمون بأمن هذه الدول لم نشعر أن ذلك نابعا بالفعل من إرادة حقيقية وإنما قيل فقط لنوع من الطمأنة أو للاستهلاك الإعلامي ليس أكثر أليس هذا صحيحا؟ يعني ما يقول أوباما في حال نعم سلحة أعتقد أنك محقا فتلك سياسات الولايات المتحدة الأمريكية المعهودة حيث أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية مستندة إلى سلسلة ربما من الخدع ودس رؤوسي في الرمال وربما لم نشهد على قناعة حقيقية بهذا تعبين عن الالتزام حيث أن السعودية معادت مثلا مقتنعة بالبلاد المتحدة الأمريكية منذ أسبوع قليل الأمير السعودي بندر قد تقدم بتعليق مفاده بأن السعودية قد استقلت وأنها قد حتى تخض حربا فرادة بالتالي ذلك يبين رغبة بالاستقلال لم تكن موجودة في السابق لسيما على مستوى السعوديين وربما على مستوى أقل بالنسبة إلى دول مسلس تعمل خالجية الأخرى لكن هذه الدول الأخرى تدور في فلك سعودية نظرا لأنها الأقوى في تلك المنطقة على مستوى البلدان العربية بالطبع والسؤال الأساسي هنا هل ستكون الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على الانفتاح على إيران فيما ترى شركاءها الخالجيين التقليديين ينحون منحا مختلفا لابد من أن ننتظر لنرى ما تخبه الأيام بكل حال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الوقت ضيق وإذا ما أردنا أن نرى تقدما على مستوى الجهود مع إيران لابد من تصريع الأمور والانتخابات قاب قوسين منه عندما نسغي إلى مختلف تصريحات المرشحين الجمهوريين نرى أنهم متشبثون بأرائهم أصارمة حيال إيران ويريدون العودة إلى الوضع السائد السابق منذ سنة تقريبا على مستوى العلاقات مع السعودية ودول مجلس تعون الخالجية الأخرى بالتالي لا بدأ الكثير حاليا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولا إمكاني لها سوى أن تبين أنها جزء من هذه اللعبة وأن لها مصالح حقيقية في ذلك الدول لا سيما قطر وسلطنة عمان ومن المهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاستراتيجي أن تظهر أنها ذات ملائمة وذات أهمية حتى اليوم في الشرق الأوسط وإن كان الواقع يتغير ولكن هذا يعني أنها استبدلت حليفا بآخر وتعرف يفترض أن الولايات المتحدة تعرف تبعات ذلك وهذا يعني أيضا أنه من حق دول الخليج وحلفاء الولايات المتحدة التقليديين أن يقلقوا من سياستها الجديدة يعني في أزمة ثقة حقيقية اليوم بين السعودية تحديدا والولايات المتحدة السؤال هو تحديدا يستبدلون هؤلاء الحلفاء بمن تحديدا أعتقد أن هذا جهد تقوم به إدارة أوباما لكي تكون مساوية أو متساوية أكثر بالنسبة إلى فتح القنوات المحتملة مع إيران وهذا هام برأيي لا بد من أن نفتحها كذا قنوات لكن في المقلب الآخر الأثر السلبي المحتمل هو أن المرشحين الجمهوريين الذين يرغبون بأتلاء منصب الرئاسة لا يرغبون بفتح هذه القنوات ويعتمدون خطابا أشبه بخطاب الكراهية تجاه إيران وهذا أمر سيء فهم لا يريدون فقط أن يبينوا عن صداقتهم مع دول مجلسنا والخالجين مثل السعودية بل يصرون على تبيان علاقتهم مع إسرائيل ونسمع هكذا أصوات علو أكثر فأكثر في الكونغرس لسيما من جانب مرشحين داعمين لإسرائيل حيث أنهم يدفعون قدما نحو ربما تقويد هذا الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية مع مجموعة الأربعة زاد واحد وإيران بالتالي من الصعب فعلا أن نرى كيف ستقول الأمور وإلى ما ستقول في المستقبل القريب لكن المفيد بالنسبة لسياسة الأمريكية هو أن تنفهت أكثر على إيران والوقت من الآن حتى الانتخابات سيكون أكثر صعوبة بالنسبة إلى الكونغرس بشكل خاص وبالنسبة له حيث لا يمكنه مثلا أن يعود خطوات بالنسبة إلى الاتفاق ولا يمكنه أن يبطل هذا الاتفاق كما قلت خلال الحرب الباردة مثلا عندما فتحنا العلاقات مع الصين بدأت المسألة بلعبة كرة مضرب ولا شك في أننا قادرون على ترحي قنوات جديدة من التواصل مع إيران من خلال إبراز إرادة لتعاون لكن بالطبع خلفنا سنوات طويلة من عدم الثقة ولا بد من تجاوزها بطريقة ما هذا هو تحديدا الذي سيتطلب قدرا كبيرا من النطج من جانب القادة الراشدين العقلانيين من البلدين كي يقدموا على خطوات عقلانية مثلا لا مشكلة لدي في رؤية الرئيس أوباما ورئيس روحاني مجتمعين ربما لكي يتناقش بكل بساطة كقائدين كبيرين تلك ستكون أمارة وعلامة قوية ربما ستكون غير مرضية بالنسبة إلى دول مجلس تعالي الخليجي وإلى أسرائيل لكن الزمن قد تبدل والأوقات قد تغييرت اسمح لي أن أتوقف مع ما قاله وزير الخارجية الإيراني ومنسقة الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الأخير الذي عقده مؤخرا تحدثا بشكل واضحا الرغبة في إحلال الاستقرار في هذه المنطقة وكأن الولايات المتحدة والغرب بشكل عام يعولان يراهنان على أن تلعب إيران دورا كبيرا في إحلال الاستقرار قبل أن ننتقل إلى دكتور محمد حسين العسكر من الرياض نستمع نتابع ما قاله سيد محمد جواز ظريف وفيدريكا موغريني عقدنا العزمة على إجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي على مستوى رفيع سوف نستمر بهذه المحادثات التي ستشمل قضايا مختلفة في المنطقة من بينها النقل والبيئة وحقوق الإنسان التطرف والطائفية والإرهاب هذه القضايا التي سببت إشاعة العنف وزعزعة الأمن ليست تهديدا لمنطقتنا فحسب بل لجميع أنحاء العالم خاصة أعضاء الاتحاد الأوروبي آمل أن تكون هذه بداية جيدة لعلاقات تبنى على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك الاتفاق النووي خطوة تاريخية ستفتح أفاقا جديدة لدى الجميع وتعزز الثيقة بين إيران والمجتمع الدولي إيران لديها رغبة في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع دول المنطقة هذا الاتفاق النووي سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر التعاون المشترك ينبغي تطوير الحوار السياسي حول قضايا المنطقة واستمرر الاتفاق بسلاسة إذن أنتقل مباشرة إلى دكتور محمد حسين العسكر الباحث المتخصص في شؤون الدولية هو معنا من الرياض فتح صفحة جديدة إيران تحدثت عنها الأوروبيون تحدثوا عنها دكتور محمد أبعد من ذلك السيد محمد جواد ضريف في جولته الأخيرة الخليجية قال أن طهران تمد يدها لجيرانها في المنطقة في مواجهة الأخطار المحيطة بها أي بالمنطقة أي تهديد لأي دولة هو تهديد للجميع أي كلام يمكن أن يطمئن دول الخليج أكثر من هذا الكلام بالفعل هناك أزمة ثقة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المستحدة الأمريكية يوازي هذا أزمة ثقة أيضا بين جمهورية إيران ودول الخليج الإشكال في أن أي من الطرفين لم يقدم على خطوة إيجابية بتطبيع العلاقات أولا ثانيا أن جمهورية إيران ما زالت الحقيقة تضايق دول الخليج في بعض المجالات الحيوية لها وخصوصا في اليمن وكذلك البحرين ما لم يكن هناك جدية في التعامل مع الأزمات القائمة بصفاء وبينية وباستمرارية أعتقد الحجيجة أن الخليج سيظل الأكثر جاذبية دبلماسيا وربما الأكثر قلق دوليا فيما يتعلق بحل الإشكالات القائمة هل مدام هذا الكلام حديث جدا نحن نتحدث عن يومين أو ثلاثة أيام على هذا الكلام عندما يقول سيد محمد جواد ضريف أن طهران تمد يدها لجيرانها في المنطقة هل دول الخليج وتحديدا السعودية يمكن أن نسمع منها نفس الخطاب نمد يدنا أيضا لطهران للحوار ما الذي يمنع أن يجلس المسؤولون الإيرانيون والسعوديون في هذه المرحلة بالذات دكتور محمد ما لم تمد المملكة العربية السعودية يدها وأيضا دول مجلس التعاون إلى جمهورية إيران فأعتقد الحقيقة أن هذا سيكون مؤشر لتعقيد الأمور أكثر لكن بطبيعة الحال ومن يعرف ويتابع السياسة السعودية هي بالفعل حذرة ومتدرجة لكنها في النهاية ستخطو خطوة تداها أي تطبيع يعني علاقات قادم من طهران أعتقد الخليج بحاجة بفعل إلى شيئا من الاستقرار وأعتقد أن من مصلحة الدول التي تطل على الخليج أن تحظى بشيئا من الأسلام إيران بفعل أقدمت على خطوة جريئة وأعتقد أنها مباشرة في الإفصاع عن نيتها بمجلسور الألاقات وأعتقد أن السعودية لم تتأخر في هذا المجال لكن هناك بعض الحديدة المخاوف التي يجب تطمينها من جهة إيران نعم طيب اسمح لي أن أنتقلون إلى سيد مايكل معلوف من واشنطن مباشرة إذا كانت النوايا الأمريكية النيات الأمريكية سليمة سيد مايكل معلوف بكل بساطة لماذا لا تطرح الولايات المتحدة نفسها كوسيط بين إيران والسعودية مدامت أنها يعني اليوم عقدت هذا الاتفاق مع إيران وصار في تقارب واضح وفي حليف تقليدي قديم هو السعودية ما الذي يمنع الولايات المتحدة أن تقارب بين الجارين هذا سؤال هام للغاية أعتقد أن لإيران والمتحدة الأمريكية الكثير من نقاط عدم الثقة ولا بد من تجهزها قبل مدى جسور الثقة بينهما قبل الانتقال إلى السعودية لكن كما قلت البقت هو العنصر الأهم فمن الآن وحتى مواد الانتخابات المقبلة ستكون لأوباما فرصة بداية لإماد جسور التواصل مع إيران وتوصل إلى نوع من أنواع التفاق فعلنا ذلك مثلا نيكسون بعد استناف العلاقات مع الصين ذهب في زيارة إلى الصين ولا أرى مثلا لماذا لم يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون السمسار أو الوسيط في هكذا تقارب محتمل بين المملكة العربية السعودية وإيران والولايات المتحدة الأمريكية بحد ذاتها بالتالي ما يجب أن يحدث هو أن مجموعة الدول الخمسة زائد واحد يجب أن تكون كذلك مشاركة بطريقة تعاونية وواضحة فذلك يصب في مصلحة الجميع ومصالح الكل على المحكي هنا ليس مصالح الولايات المتحدة الأمريكية فحسب المصالح كل الدول رغبة إيران ورغبة السعودية ورغبة الدول الأخرى أسوة بالصين وروسيا تدعو إلى فتح هذه العلاقات والأمر ينتبق كذلك على بريطانيا وفرنسا لتحقيق ولا بعض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الجميع يقر بوجود عدو واحد حاليا هو عدو التطرف الذي يعصف بالمنطقة وذلك لابد من إيجاد قنوات لبناء ثقة متبادلة بين مختلف هذه الدول في محاولة للقضاء على هذا التهديد أملا في أن نعود إلى استقرار أكثر عقلانية في المنطقة لكن أعتقد أن هذا سيتطلب بعد الوقت ولابد من قيم بعض الجهود الشخصية من شخص رئيس إلى رئيس ومن المهم تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن لكي يتم شمل كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع وتبدأ بحوار مباشر ونعرف أن مثلا لابد من إرسال رسالتهم على مستوى البيت الأبيض وتخطي الخلافات الخلافات الماضية حان الوقت فعلا الآن لكي نجمع القادة على أعلى المستويات كي يتوصلوا إلى اتفاق مع أخذ في الاعتبار الاختلافات الماضية حول ملفات عدة مثل سوريا واليمن لكي حاليا الأهم هو ما يجمعنا هو ذلك العدو المشترك الذي لابد من أن نواجهه نعم اللي هو الإرهاب طيب عذرني عذرني سيد مايكل وعذروني مشاهدين في تقطع بسيط في الصوت من المصدر أعود إليك دكتور محمد حسين العسكر وزير الخارجية الأمريكي يفترض أن يصل إلى الرياض قريبا وإلى الدوحة في عنده لديه جولة خليجية وهو في مصر حاليا ما الذي يفترض أن يسمعه القادة الخليجيون لكاري برأيك؟ أعتقد أن كاري سيواجه الحديقة مابلة في إقناع دول مجلس التعاون الخليجي بأن الوقت حان لتقريب وجهات النظر بين غصتي الخليج بين إيران والسعودية الإشتال أيضا ولماذا يجب أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الوسيط لماذا لا يكون هناك وسيطا أقرب إلى المجموعتين لماذا لا تقوم مثلا عمان بهذا الدور في ناس يقولون لك ربما ليس بحاجة لوسيط أساسا لماذا لا يتم التواصل مباشرة بما أن هناك تصريحات إيجابية بمد اليد وبفتح صفحة جديدة وغيره؟ لماذا نحن بحاجة إلى وسيط بين جارين؟ جميل هذا بالفعل طرح سليم ومفترض لكن الإشكال في أن العاصمتين طهران والرياض تباعدت كثيرا وهذا يحتاج بالفعل إلى خطوات من التقريبية من طرف محسوب على الجهتين وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون الأبعد في تقريب وجهات النظر ربما يكون هناك بالفعل وسيطا خليديا أو عربيا يحلد مثل هذا الإشكال دكتور محمد البعض ذهب إلى أكثر من ذلك قال أن الخوف الخليجي الحقيقي هو من الولايات المتحدة الأمريكية وليس من إيران هل هذه الأجواء فعلا موجودة في بعض دول الخليج؟ هناك قلق بالفعل قلق خليدي لم يصل إلى حد القفش على التاريخ الطويل من العلاقات بين أمريكا وحلفاء التقليديين في الخليج لكن الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة كثيرا في أكثر من منطقة في العالم ولا أعتقد الحقيقة أن الخليج قد يشكل أولوية مثل الساحة السورية أو الساحة العراقية الخليج ما زال الحقيقة يتعافى الخليج ما زال هنا يتمثأ بقدر من الاستقرار وربما الحقيقة يكون في هذا حلا أقرب إلى تفاهم بين الجهتين أنا أشكرك دكتر محمد حسين العسكر الباحث المتخصص في شؤون الدولية حدثتنا من الرياض أشكرك على هذه المشاركة أعود من جديد إلى سيد مايكل معلوف لا شك واضح أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع دول الخليج ككتلة واحدة ومن الخطأ بالفعل أن نصور أن دول الخليج كتلة واحدة هناك بعض المواقف المختلفة في المرحلة المقبلة هل تتوقع تصعيدا بالميدان إذا بقيت المواقف على المستوى السياسي على الأقل كما هي يعني رأينا تصعيد بالميدان السوري باليومين الماضيين باليمن ما زالت الحرب قائمة وبعض الأماكن الأخرى هل تتوقع تصعيدا ميدانيا نعم أعتقد أن دول مجلس تعامل الخليجي لا تشكل مجموعة متحدة بشكل واضح مثلا الإمارات العربية المتحدة كانت أول دولة خليجية تهني إيران على توصل الاتفاق بالنسبة إلى الملف النووي مع مجموعة الخمسة زائد واحد بالتالي حاليا لا نشهد على أحدية الرأي على مستوى دول مجلس تعامل الخليجي ولها اختلافات معضحة أعتقد صراحة أن الولايات المتحدة الأمريكية بين حين والآخر تلعب على هذا الوطر وربما هذا أمر جيد على مستوى السياسة والديبلوماسية في محاولة للحفاظ على توازن للاستقرار في هذه المنطقة لكن من المنظور السياسي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل مع تلك الدول لكي تنفتح حاليا أكثر فأكثر على إيران ولمناقشة الاختلافات ربما ومناقشة سبل التعاون والعمل كذلك على مشاريع حيث قد تكون مصالحهم مشتركة أو متشابهة لا بد من أن نبدأ من مكان ما لكن لا شك في أن دول مجلس تعامل الخليجي غير متوحدة حاليا وهذه مشكلة حيث نرى مثلا تنافسا في بعض الملفات بين السعودية وقطر أو بين السعودية والإمارات وهل مجارة وأفترض أن هذا التنافس بين الإخوة سيبقى على حاله لسيمة وأن مثلا إيران ترفض أن تنجرى إلى انقسام المفتعل بين السنة وشيعة وبالطبع هذا أمر مفيد ولا بد من أن ينجرى على دول أخرى لكن مجددا أعتقد أن كل دول المنطقة لابد أن تشارك في جهد جماعي لكي تفتح قنوات التعاون مع إيران وأن تركز على المستوى الاقتصادي كذلك ليس العسكري والسياسي فحسب سؤال أخير سيد مايكل سيد مايكل لو سمحت سؤال أخير يتعلق بالقلق الإسرائيلي هذه المرة وقيل أن الإفراج المتوقع عن الجسوس الإسرائيلي جوناثن بولارد يأتي أيضا لطمأنة إسرائيل لامتصاص غضب إسرائيل ولسيما رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتانياهو هل هذا كاف من قبل الولايات المتحدة؟ تجاه حليف أيضا قديم وتاريخي وأزل وأبدي كإسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة؟ لا أعتقد أن لذلك علاقة واضحة كان من المفتر أدي أساسا بأن يتم إطلاق الصراحه قبل توصيل الاتفاق وكان قد حكم عليه بالسجن المؤبد لكن في حال كان سلوك السجين جيدا لفترة طويلة يمكن أن تتم تقصير مدة السجن بحسب القانون الأمريكي ويمكن أن يعود بعد ذلك إلى بلاده أي إسرائيل في هذه الحالة ويكون تحت رقابة حتى الممات ولكن لا أعتقد أن هذا سيكون فعالا لامتصاص الغضب الإسرائيلي حيال ما يحدث في المنطقة أشكرك جزيلا سيد مايكل المعلوف المحلل الأمني السابق في وزارة الدفاع الأمريكية حدثتنا من واشنطن وعذرا من جديد للسادة المشاهدين على هذا التقطع البسيط في الصوت من المصدر من أزمة إلى أخرى ما دور منظمات المجتمع المدني في لبنان وهل حلت أزمة النفايات بعض الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد إلى الجزء الثالث في العد العكسي ليست أزمة النفايات هي وحدها المستمرة منذ سنوات في لبنان يقال هنا أن الفسادة نخر الكثير من مؤسسات الدولة وأصبح مرضا مزمنا يلاحق لبنان بكافة فئاته ومؤسساته لبنان الذي صدر الجمال والحرف والعلم والمواهب إلى كافة أنحاء العالم قد يصبح في المرحلة المقبلة مصدرا للنفايات لم تفلح التحركات الشعبية بدفع الحكومة إلى ابتكار حلول مقنعة لهذه الكارثة البيئية والصحية فالأكيد أن الحلول الجذرية أو حتى المؤقتة لهذه الكارثة ما زالت غائبة برز كلام في الأيام الماضية عن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف شركة سوكلين لكن الرهانة شبه مفقود على إمكانية وضع اليد على المسؤولين عنه وذلك لكثرة المتورطين فيه بالصفقات والسمسرات اللافت ما ذكرته المنظمة العربية لمكافحة الفساد في بيانها الأخير أن هذه الأزمة يجب أن تكون فرصة للمساءلة ومحاسبة من تسبب بها وبالفساد الذي كان السبيل إليها لماذا تحولت ست الدنيا فجأة إلى مكب كبير للنفايات ولماذا رفعت النفايات فجأة وأين ترمى الآن هل تحرك الناشطين والمجتمع المدني كان كافيا ولماذا لم ينزل اللبنانيون عن بكرة أبيهم إلى الشارع مدام الضرر واقعا على الجميع معنا هنا في السيديو الناشط الاجتماعي والإعلامي والسياسي أسعد دبيان أهلا بك أسعد من وحي ما قدمته في هذه المقدمة لماذا لم نرى تحركا بأحجام أكبر لنا جميعا ولمنظمات المجتمع المدني وأنتم معنيون أنت في منظمة طلعة ريحتكم التي أطلقت مؤخرة نحن بحملة طلعة ريحتكم جربنا نكون نوع من الصوت بالشارع وكنا كمواطنين ومواطنات طلبنا من الناس يكونوا معنا بالشارع بتحرك عفاوي بعد يومين على الدعوة لأول تحرك اللي كان السبت الماضي تقريبا كان في حوالي ألف شخص موجودين بالشارع وما بدك تنسي أنه نحن ناس ما فيه إمكانيات مادية وما فيه دعم سياسي وما فيه تغطية إعتلمية كان بأول يومين بعدين كان فيه جلسة للحكومة اللبنانية بالنهار الثلاثة وانلغت إلغاء هذه الجلسة وقيام الحكومة اللبنانية بمحاولة تسحب فتيل الأزمة من خلال لمس بالي بالشارع من قبل بيوم شوي خلى العالم تفكر أنه هناك حل فكان نوع من الإيهام أنه فيه حل من شان هيك فيه حشود ما نزلت بتاني تظاهرة تم الدعوة لأولها بعدين كمان هيدا النظام السياسي اللي هو دايما بيعلق بأزمات وإخيرا هو أزمة الزبالة بيجرّب يحاول على زوري بيفوت فيها ويفوت العالم فيها كرمال ما توصل أبدا للعالم المحاسبة فخلق لنا أزمة تانية اللي هو اعتقال ناشطين كانوا مشاركين بهذه الحملة وخلى كل الناس الموجودين منهم فراس وطلاء وطارق الملاح نعم وكان وحول الرأي العام والشأن العام لحكي عن اعتداء على وزير وهو ما صار وخلى العالم تحكي واستعمل أدواته الإعلامية اللبنانية ليقسم هيدا الحراك ويصير بعض القنوات اللبنانية تتهمنا نحن كمواطنين لبنانيين أنه نحن تبعين لفريق سياسي تاني وهيدا الكلام خاطئ والمضحك المبكي أنه الإعلام الآخر كان عم يتهمنا أننا نحن تبعين للفريق الأول نعم أنا أؤكد على كلامك لأنه أنا كنت أيضا من بين اللي نزله على الشارع وبالطبع لم يكن فيه لا أحزاب ولا انتماءات سياسية وإلا لم نكن اللي نشارك فيه أصلا ولكن كان العدد في الواقع أقل مما هو متوقع بغض النظر عن أي مباريرات وأسر مشكلة من هذا النوع أسعاد تطال الجميع وتسقط حكمات وأسقطتها في بريطانيا يعني ثلاثة أيام تظاهر البريطانيون أسقطوا الحكومة بالسبعينيات على ما أظن السياسي متضرر والفنان متضرر والإعلامي متضرر والمواطن العادي متضرر لم نرىهم جميعا برأيك فيه كان تقصير بدعوات مثلا مننا كأعلاميين منكم كمنظمات مجتمع مدني كان فيه تقصير؟ أعتقد أنه الأزمة مش بحاجة كان فيه دعوة للواحد يتزمر مننا يعني النفايات ببيروت وجبل لبنان كانت بمرحلة لطاق طبعا نحنا ما فينا نجي نقول أنه من لوم العالم العالم ما فيه يتعطل كمان أشغالها ما فيه يتعطل وهذا مش عذر لألون ولكن نحنا اللي عم نحاول نقوله يوم واحد ما فيه مسكت لازم يكون الشعب اللبناني عم بيضغط على الحكومة اللبنانية لأنه إذا اليوم نحنا تجوزنا هالأزمة وأننا لحدها لم نتجوزها بالعكس نحنا بعدنا بمربع السفر فيها إذا ما قدرنا نتجاوز هالأزمة أننا سنفوت بأزمات أخرى وأخرى وأخرى وسقوط الشعب اللبناني عن هذه المشاكل عم يخلي الزعماء السياسيين بموقعهم عم يخليهم بكل وقاحة يمددوا لنفسهم بمجلس النياب عم يخليهم بكل وقاحة يعطلوا المجلس الوزاري ما ينتخبوا رئيس جمهورية وبالتالي نحنا عم نعيش بديكتاتورية مقنعة بيقود هذه الدكتاتورية 8 أو 9 زعماء طائفيين سياسيين للدولة اللبنانية فإذا هن بيقوا ساكتين هايك عم نشوف نحن بالأشهر الأخيرة والأسبوع الأخيرة حالات جنائية عم يتم قتل أشخاص فيها بالشوارع اللبنانية لأنه القاتل هو حدا محمي من إحدى الزعمات السياسية فإذا نحن مطولين بهذا التفكير فإذا نحن رح نوصل لمحل بشريعة غاب وبأنظمة دكتاتورية مثله وللأسف لازم يكون في حراك فلتكون أزمة النفايات أحد هذه الحالات هي اللي بتجي أنت بتقول كمواطن لبناني من المعيب على الدولة اللبنانية اللي كانت عارفة أنه فيه ستة شهر مهل لانتهاء العقود لتسكير المطمر وما تصرفت تركت اللحظة الأخيرة تركت عشرة أيام بعد انتهاء العقد لما صارت زبالة متلية الشوارع بالأطنان لبلشوا يحكوا ولأسف ما عنا حل تعرف شو عم تعمل للدولة اللبنانية حاليا عم تقوم بلمز بالي من شوارع بيروت ورمي بأماكن عشوائية بمحيط المطار قيل وفيه خطر على مصلحة الطيران وبيعكار قيل أنه أيضا بيعكار فيه لوائح باللوين عم يتم رمي النفايات فينا نشوفها الشاشة فيها عم ينكب منطقة المونتفيردي عم ينكب على ساحل المتن السريع يلي هو بس عم يوصل الكاميانات يكبه على جوانب الطرقات بمنطقة الكارنتينة حد أهم مطاحن القمح اللبنانية اللي بتعمل 40% من الخبز اللبناني صار بعيدة عننا النفايات 12 متر وقريبا لحنلاقي تحرك لأصحاب هذه المطاحن وللناس المتضررين عم يتم كب النفايات بمنطقة سن الفيل بمنطقة غير مجهزة تماما حد الأبنية وصلت الأمور يعني كنا نقول ماء وكهرباء اليوم فيه هواء صحيح انحرمنا الهواء النظيف للأسف شوالشروط اللي ممكن تؤدي أو الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى عصيان مدني من دون أن يفهم أننا ندعو إلى عصيان مدني بس إذا يعني أسباب من هالنوع لا تؤدي إلى عصيان مدني شو المفهوم العصيان المدني بهذه الخامل؟ في حالات متفاوطة بين الشعوب كيف تصرفت مع حكوماتها فيه كثير ناس وشفنا بالربيع العربي أنه فيه كثير ناس تحركت لأسباب معيشية كمان شفنا كثير ناس تحركت لأسباب سياسية وطبعا فيه كمان الأزمات المعيشية اللي معقول تضغط بلبنان لحد هلأ المشكل أنه المواطن الليبناني مازال مرهون للزعيم السياسي اللي هو مشارك بالحكم وبالتالي عم بيسكت عن كل الأمور اللي عم بيحصل عليها أنكامة أو كهرباء أو غيرها لأنه فيه خوف على الوجود وإننا عايشين وياه بسمها الآن فيه خوف على الوجود من الأمراض اللي ستصيبنا كلنا نصل لمحل نحن خيفانين على وجودنا كبشر قبل ما نخف على وجودنا كطائفة كحزب أو كطائفة للأسف فلنصل لمرحلة العسيان المدني أعتقد أنه أول خطوة ما فينا نحن نجي نقول غير ما هو الشعب يكون واصل لأناعة يقول أنه أنا هذا الطبق السياسي لا تمثلني وأنا أريد أن أحصل على دولة مدنية علمانية تعطي حقوق لكل المواطنين الليبنانيين سواسية بما أنه نحن بعد ما وصلنا لهذه المرحلة أعتقد بعد فيه نوع من الجهد اللي يجب أن ينبذل أكثر مع المجتمع اللبناني ليوصل لأناعة يقول أنه نعم أريد التغيير ونحن نشد على أيديكم سأسألك بعد قليل عن التقرير أو البيان لأصدرته المنظمة العربية لمكافحة الفساد أتمنى أن تكون قد طلعت عليه لكن سمح لي أن أطلع المشاهدين على ما يفعل بالنفايات بالسويد وبكل العالم المتحضر واحد سياسيين فجأة قرار يصدر نفايات على سويد ولكن انظر إلى أي مدى تستفيد السويد مثلا من النفايات النفايات بالسويد تؤمن التدفئة لتسعمائة وخمسين ألف منزل تضيء مئتين وستين ألف منزل السويد تعيد تدوير نفاياتها سبعة واربين بالمئة من نفاياتها وتدفن واحد بالمئة فقط من نواتجها تستخدم السويد سويد 52% من النفايات في توليد الطاقة بأشكال مختلفة استوردت سويد 800 ألف طن من النفايات عام 2014 وخمسمائة وخمسين ألف لغاية آذار 2015 يعني نحن لو في إرادة فعلا سياسية كنا استفدنا من نفاياتنا وما صدرناها لأن التصدير سيكلف جهوب المواطنين أيضا نحن لو في إرادة سياسية كنا استفدنا من كتير إشياء بأكتر من الموضوع ولكن بموضوع النفايات بالتحديد الحل اللي عم يحكى فيه هلأ بالحكومة اللبنانية هو نوع من إنشاء محارق والمحارق أثبتت أنه هي مضرة بالبيئة وهي كلفة على الاقتصاد اللبناني وهي تحتاج إلى أربع سنوات وبالتالي عم يقولوا للمواطن اللبناني براك تتحملناها لثلاث أربع سنين لنوصل لحل ويحكوا كمان أنه بمطمر جديد ونحن كان عنا تجربة سيئة مع مطمر الناعمة ويجربوا ويضفشوا المشكل من هذه المنطقة لمنطقة تانية نحن كمجتمع مدنيجين أعطيناهم الحلول إلا أنه الحل الأول هو العمل على الفرز من المصدر كل مواطن اللبناني لازم يكون عم يفروز نحن عم نقول بكرة الصبح رح يصير هيدا الشيء هذا مواجهة وسل المسؤولين لا لكن وزارة البيئة للمواطنين أكيد ولكن المواطن ما فيه يشتغل بلا ما يكون فيه محافظات بلا ما يكون فيه توعية عامة عم تصير كل الوقت أنون السير باللبنان ما تطبق غير ما أجد للوزارة الدخلية فردت الأنون نفس الشي بهذه الحالة الأمر الثاني اللي عم نحكي عنه إعطاء صراحيات للبلديات اللبنانية لأنه قانونا هي حق لها جمع وكنس المناطق اللي اتخاذ على إله وبالتالي توضيب كل هيدا النفايات حسب أنواع بلاستيك لحاله المواد العضوية لحالها وثم إعادة التدوير ما هو هذا كان قبل سوكلين أظن سوكلين جاءت ربما لتلغي دور البلديات سوكلين كان بالعقود التباعة كان من المفروض تعمل هيدا الخدمات ولكن سوكلين تتحجج أنه مجلس الماء والأعمار هلأ مجلس الماء يتحجج بالحكومة وبالتالي هناك حسب التقرير اللي بنا نحكي عنه صفقات فاسدية نطلب من القضاء المالي اللبناني أنه يتحرع عنه ونشوف المسؤول أيضا موقف يحسب لرئيس حزب الكتاب الشيخ سامي الجميل هو أول من أطلق الدعوة للمحاسبة والمساءلة أعتقد على المستوى السياسي على الأقل وهذا أنت بعد مصارة الأزمة نعم واقترح بعض الحلول وقال أنه لم يؤخذ بها ونحن نريد أن نعرف أو نستقصي عما يجري بسوكلين أو ما جرى بعقود سوكلين المنظمة العربية لمكافحة الفساد تقول أنه وصلنا بلبنان إلى نهاية مرحلة الدولة الفاشلة يعني نحن الآن في دولة فاشلة سقطت الدولة لأزمة نظام كامل والآن هذه مرحلتها يعني وصلنا إلى هذه المرحلة هل لهذه الدرجة خطير الوضع؟ من المؤسف أن الأشخاص اللي بيقودوا الدولة اللبنانية هن من أكتر الناس الفاشلين على مستوى الحكم ولكن من أكتر الناس الناجحين على مستوى البزنس الخاص وهون أنا كمواطن لبناني بحب إسأل لو أنا عندي قضاء يتحرى ليش فيه مسؤول سياسي بمنصب عام وزاري أو نايب أو غيره أو غيراته على المستوى العام فيه فشل بأداءه مع بيقدم مشاريع قوانين كل الوزارات اللي عبي يستلمها بيكون فيه عجز مع بتقدم الخدمات ولكن على الصعيد الشخصي عبي يكون مزدهر قطاع الأعمال التابعة وبالتالي فيه شي اتنين يا أما هو مستلمها المنصب شرفيا وعبي يكرس كل وقت وجاهدوا لقطاعه الخاص ويا أما عبي يستغل هذا المنصب العام لقطاعه الخاص أي تفكير منطقي بيفكر هك للأسف نحن وصلنا نعم إلى مرحلة الدولة الفاشلة واللي وصلنا للمرحلة الدولة الفاشلة هن الناس معا بيسمحوا لنا حتى نغيرهم بانتخابات نيابية نزيهة من خلال تمديد لنفسهم مش مرة واحدة مرتين بحجج واهية باطلة ولا تموت إلا الديمقراطية بسأل هل يمكن أن نشط حملات مشابهة لهاشتاك طلعت ريحتكم اللي أطلقتوها كنظمات مجتمع مدني بهاشتاك أخرى أو مش فقط تقتصر على أزمة تلقيات هي القصة مش هاشتاك هي مش أنه نحن أطلقنا هاشتاك بتاع نغير نعم يعني ما نقصرها بأزمة النفايات ممكن أنه تكون أزمة النفايات هلأ لم تنتهي بعد وفي هناك تحركات لحملة طلعت ريحتكم وعدة حملات ومستمرة وسوف يتم الإعلان عن عدة خطوات رح تصير على الأرض لحد ما يطلع أنون صادر ومش بس يطلع أنون لازم يكون في محاسبة بهذا الملف فيه ناس فسدين فيه ناس مقصرين طب مين اللي يفترض أول حدا لازم يتحاسب هو وزير البيئة من يجب أن يحاسب القضاء اللبناني لازم يحاسب نعم نعم يعني نتمنى أن تنجحوا بكل تحركاتكم أسعد وأنتم بالفعل يعني ناشطون وخاصة بالفترة الأخيرة وبتعرف المؤسف يا أسعد أنه هذه الأزمة أنستنا دم المقدم ربيعك حيل مثلا منذ يومين وأنستنا جريمة جورج الريف مثلا منذ أسبوعين وكأنه نحن تكتب علينا أن يعني تتوالى الأزمات أزمة بعد أخرى يعطيكم ألف عافي في كل ما تقومون به من تحركات شكرا لك أسعد دبيان وأنتم ناشط السياسي والإعلامي والاستماعي شكرا لك شكرا لك على استضافة إلى فقرة هذه حكايتي خلف أحد المدارس الحكومية في العاصمة الباكستانية ومن داخل كوخ صغير أعده بنفسه يمارس جاويد المهنة التي تعلمها منذ 30 عاما مهنة الحلاقة يقول جاويد أنه يجني 50 دولار في الشهر فقط هذا المبلغ يجب أن يكون كافيا لإعالة جاويد وطفليه وأبيه ليست المشكلة فقط في ضيق الوضع المدي بل في الإعاقة والمرض فجاويد أخرس وكذلك ولداه كما أنه يعاني مرض السكري وكل ما يتمناه هو الحصول على حياة كريمة نتابع لقد ولدت في القرية وجئت إلى هنا بعدما فقدت الأمل في الحصول على عمل تعلمت هذه المهنة منذ 30 عاما وبقيت 10 سنوات أعاني من سوء المعاملة ثم جئت إلى هذا المكان حيث أجني نحو 50 دولارا في الشهر الواحد ولداي الاثنان يعانيان من الإعاقة نفسها وأنا أعيل أبي أيضا وفي هذه الأيام بسبب مرض السكر قدمي تؤلمني ولا أستطيع مواصلة العمل البلدية ترسل رجالها من حين لآخر لكنهم عندما يرون أنني أخرس يتركونني ما أوده هو عيش كريم لأولادي إن أمكن من يرى حالات من هذا النوع كحالة جويد ربما يحمد الله ألف مرة في اليوم على وضعه من دون أي مرض أو إعاقة إلى هنا مشاهدين نأتي إلى ختام هذه الحلقة من العد العكسي قبل الختام نوجه تحية تقدير وإجلال إلى من يبذل التضحيات من أجل الدفاع عن الوطن إلى الجيش اللبناني بمناسبة تعيده آملين أن تبقى كل الشعوب العربية ملتفة حول جيشها عماد الوطن شكرا لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة الشكر الأكبر لكم مشاهدين على متابعتكم الدائمة أستودعكم الله والسلام عليكم موسيقى 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 موسيقى